فعندي موضوع وهو الجنة والمحمول يعني هذه النسبة أنها موجودة النبي صلى الله عليه وسلم رأىها ليلة الإسراء والمعراج وجاء في أحاديث كثيرة أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر يدخلين للجنة يسرحون ويأكلون ويشربون وكما سيأتي أحاديث كثيرة على أن الجنة الآن موجودة الجنة موجودة موضوع ومحمول والجنة لا تفنى هذه نسبة ثانية خالدين فيها أبدا لأن من الناس من خالف وهو يعني من شرذمة المسلمين لا يؤبه له لكن في باب تحرير محل النزاع والمرجحات أذكر هذه المسائل فالجنة موجودة هذا الحكم الأول والجنة لا تفنى هذا الحكم الثاني الحكم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه والحكم الثاني الآية تدل عليها خالدين فيها أبدا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون